رسمياً شاومي 12 Lite هو آخر ما أطلقه في السوق العالمية وقبل ما تفكر تشتري هذا الصغير القوي والفخم خليني نعرفك وبالتفصيل على البرفورمانس دياله كاميراته قوة البطارية والشاحن ودقة الشاشة وغيرها فقط أنتم لتشوفوا المقطع الآن لا تبخلوا على ابن بلدكم بلايك وكومنت راقي للفيديو شاومي 12 Lite هي ريشة شاومي الجديدة اللي راح تهز سوق الطبقة المتوسطة ونقدر نقوله هو الأخ الأصغر للشاومي 12X والمنافس الأول للرادمي 11 برو بلاس وخلينا أولاً نبدأ مع الديزاين اللي جي فائق النحافة 7.3 ملمتر فقط مع وزن ريشة هنا نحكو على 173 غرام فقط اللي راح يجيك مريح في الاستخدام وفي الجيب بطبيعة الحال زيد لهذه حواف مصطحة فلات اللي جي مشابهة لهواتف في الآيفون 13 من الأعلى نلقاه الـ AR اللي يخليك تتحكم في الأجهزة الكهرومنزلية كما التلفاز والبراد وغيرهم ونلقاه مايكروفون وسبكر أول أما سبيكر الثاني نلقاهها من الأسفل اللي يعطونا نظام صوت ستيري ومدعوم بالدولبي آتموس هذا اللي يخلوك تتمتع بالصوت على هذا السمارتفون سواء كنت تلعب وتفرج أفلامهم وسلسلات وغيرها بجانب كائن منفذ شحن ESP Type-C ومايكروفون ثاني ومكان وضع الشريحتين وللأسف ما نقدروش نضيفه له بطاقة ذاكرة تقسين خارجية أي كارت ميموار أو ما يسمى مايكرو هاستي إضافة لأنه ما يحملش مكان شبه كالسماعات لذا في هذه الحالة تكون ملزم باستعمال الأدابتر عند التجربة كان يشتغل بشكل عادي وجيد أو تستعمل سماهات بلوتوث من النوعية الجيدة وفي الجانب نلقى أزرار الصوت المصممة بشكل فخم وزر باور لوحده أما مستشعر البصمة الفينجر برينت مود مجمع الشاشة قدرة تعرف على البصمة مثالية زيد لها سرعة الفتحة المثالية بأنيميشن جميل في فتح الشاشة وبما أن نحكينا على هذه الشاشة القوية اللي نشوفها تحفة فنية بحجم 6.55 إنش بدقة FHD Plus من نوعية الأمولاد ومن مميزاتها أن فيها 68 مليار لون ومدعومة بالضلبي فيجين والHDR 10 Plus وكذفة بيكسلات 402 ppi زيد لهذه DCI-P3 ونسبة تباين قوية مع تكنولوجيا متطورة في تصنيع الشاشة مع السطوع يوصل حتى 250 نت هذا يعني أن الرؤية في الشمس واضحة بقوة على هذه الشاشة مع العديد من الخواص والتقنيات لتخلي التجربة تكون مثالية على هذه الشاشة وربما البعض يظن أن شاشة أمولاد تكفي لكن هذه الشاشة لن تجدها على هواتف رادمي بل هي فقط موجودة في نسخ مي إضافة إلى هذا هي محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 5 مع مادة التحديث عالي 120 هرت ونلقاه من خواصها تفعيلة Dark Mode اللي يعطينا شكل مظلم في خواص وقوائم السمارتفون زيد لهذه Redding Mode أو ما يسمى l-A Comfort اللي هو موفيد لكل الناس لحماية العينين وصوصا في الليل بلا منزا وخاصية Always On Display هذه تفيدك في أنك تشوف الساعة وكل التنبيهات والرسائل والمكالمات لوصلتك لما تفتح الشاشة أصلا وهكذا تحفظ على البطارية وزر الباور لحفاظ على زر الباور أكثر يمكنك تفعل خاصية غلق وفتح الهاتف بالـ Double Top وهكذا تحسن تجربتك مع هذه الشاشة دائما مع أنيميشن روعة عند وصول التنبيهات للهاتف لا نستطيع أن نحكي على روعة هذا السمارتفون بلا ما نحكي على المعالج اللي هو الـ Qualcomm Snapdragon 778G بتكنولوجيا 6 نانو متر مع نسخ 628 جيجا 828 جيجا 850 جيجا وذكرة منه الـ UFS 2.2 ورام LPDDR4X وحقق لي 2878 نقطة على فحص الجيك بنش اللي هو تنقية جيد جدا لهذا المعالج وعلى الأنتو تحقق لنا 515240 نقطة وبالدخول في التفاصيل نشوفه أنه معالج جيد ونفس الشيء مع الجرافيك ولكن الذكرة هي النقصة شوي اللي منعسنا من الحصول على بيرفورمانس أقوى لكن الواجهة كانت جيدة وتقدم أداء مقبول على كل حد معالج قادر على تشغيل الألعاب وعندها تجربة لعبة PUBG يشغلها مع 60 فريم في السموث ويشغلها بجودة HDR مع 45 فريم وبالنسبة للجيروسكوب كان مثالي نفس الشيء عن سرعة استجابة اللعبة ما شفنا حتى ارتفاع في حرارة الهاتف عند اللعب وقد جرب لعبنا المحترفش حال من ماتش وكلهم كانوا روعا بأداء عالي وسرعة كبيرة حساسية كانت قوة على الهاتف وبالنسبة لاستهلاك الطاقة ما كانش كبير على السمارتفون اشتركوا في القناة بسرعت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعد تجربة الاداء ننتقلوا لنقطة مهمة نحبو نشروع اي هاتف جديد وهي هذه الثلاث كاميرات الموضوعة في اطار زجاجي بارس بشكل هندسي فخم مع ماتريا للحلقات يعطيها شكل جذاب كلاسيكي بفلاش مزدوج وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر السامسونج وفتحة عدسة 1.9 وكاميرا ثانوية 8 ميجابيكسل تصور بزاوية 120 درجة وكاميرا ثالثة 2 ميجابيكسل من نوع الماكرو وعند تجربة كاميرا الماكرو كانت من افضل نتائج اللي شفتها في ماكرو الهواتف بحيث يعطينا تفاصيل مثالية مع تشبع الوان مثالي مع تباين جيد فقط شوي كان فيه نايز في الخلفية لكن مايأثر كثير على النتائج بعدها جربنا صور بورتري وكانت روعة نشوفوا التشبع وتباين والديناميك رانج كلهم روعة ويبقى هذا العزل خاص بالهواتف مو مثل الكاميرات الرقمية لأنه في الحواف تشوف شوية تفاصيل مش مضبوطة بشكل جيد لكن الدقة عالية جدا نراجعوا الكاميرا الرئيسية وخليكم تشوفوا باعيونكم لأنه كل شيء أعجبني فيها مقارنة بالجوالات في هذه الطبقة السيرية والآن بالنسبة للتقريب أعجبني حتى الفايف اكس والتو اكس كان مثالي لكن تان اكس مش جيد ما يعطيك حتى شيء مقنع فقط تقدر تجربه لرؤية شيء بعيد ونشوفوا بعض النتائج مع تجارب الكاميرا الالترا وايد اللي كان فيها تشبع ألوان وتباين مش مضبوطين مثل الكاميرا الرئيسية لكن تبقى الكاميرا الرئيسية تحفة فنية وبعد هذا يبقى عندي مفاجأة اللي هي اللونج اكسبوجر اللي تعطيك مساعدة بالذكاء الاصطناعي للحصول على أكثر من لقطة مثالية مع السماء والإنارات الليلية وإليكم تجربات ووضح قوة هذه الخاصية في الليل ويمكن لك تحصل على الكثير نتائج مش عادية مع ذا الهاتف أخيرا خلونا نحكو على الفيديو لصور حتى الفور كي مع 30 إطار والصراحة النتيجة مثالية وهذا كل ما أقوله في حق هذه الكاميرا لأنه فيه البعض يعقد الأمور ويحب يحكم على الهاتف على أسس أنه كاميرا رقمية لكن هذا شيء غير ممكن لأنه في أنه يمكن الحصول على لقطات مش عادية من كاميرا الجوال جيد إذا كان في يد الشخص المناسب وأنتم قلوا لي إذا أعجبكم في هذه الفيديوهات الملتقطة من كاميرا هذا الجوال حتى أنه به مانع اهتزاز جيد عند تصوير الفيديو وهذا من تجربتي مع هذا السمارتفون إضافة إلى هذا عندك مود فلوغ اللي تستعمل فيه ذكاء اللي إصطناعي وإن يساعدك باش تخرج لقطات مش نورمال على حسب المشهد وفيه الموفي إفك اللي تساعدك في الحصول على لقطات سينمائية اللي فيها خمس قوالب وممكن تساعدك في توثيق مشاهد في رحلاتك وحياتك اليومية مع خواص أخرى في الكاميرا نخليها لك تكتشفها بعد شراء الموبايل بإذن الله ونرجع الكاميرا السلفي اللي تجيب سنسر قاوي بتاقي 32 ميجابيكسل وفتحة 2.4 مع بورتري مش قاوي ومش عادي وين نشوفه عزل كامل بلا مشكل مع دقة عالية وتشبه ألوان روعة على الصور ونشوفه الألوان أيضا قاوي على الكاميرا الرئيسية مع كل التفاصيل والفيديو يصور حتى FHD مع 60 إطار وكما نشوفه الجودة روعة على الفيديو وسمارتفون يمد أداء قوي على كاميراته وكاين خاصية تتبع العين وين يعرف أنك تصور في إنسان باش يخلي الفوكس عليها بشكل دائم وما كانش حاجة في السمارتفون نخاف ومدوم الناشق للباتري وين يجي المي 12 لايت ببطارية 4200 ميلي أمبر اللي قد يراها البعض صغيرة لكن كما نقوله صغيرة ومحاينة كبار وين قدمتلي أداء مش عادي خصوصا عند تجربة باب جي وين كانت البطارية الثانية اللي قنعتني بعد الرادمي ناط 11 برو بلاس وين قلنا هو منافس قوي لي بحيث تصمد لك هذه البطارية بشكل مش عادي حتى أنها تتفوق على أداء بطارية 5000 ميلي أمبر لكثير من الهواتف ويشد لك هذا الهاتف اليوم كامل بلا ما تقلق روحك خلاص زيد لهذا يجيب خاصية شاومي أدابتيف شارج مع شحن باستطاعة باستون وات ليقدر يشحلي 50% في 13 طقيقة هكثر أن نشوف تحفة شاومي تكتمل معنا ولكن ما نقدروش نكملو قبل ما نحكو على شوية خواص في الواجهة وينيأخذ النظام حوالي 15 جيجا من مساح التخزين وكيما نعرف واجهة شاومي أقوى من الرادمي ما فيهاش هذو كل مشاكل الخردة وينيأجي سهلة مباشرة وسموث وما كانش فيه مشاكل مع التحديثات وينتلقى كثير خواص مثل الرام اكسبنشن اللي تزيد لك 2 جيجا رام وخاصية تنظيف مكابرات صوت إذا دخلها مشوية ما أو كذا ونلقاوا الصايد بار سريع وينتقدر تجرب اللي تخليك تحط تطبيقات فيه نافذة عائمة وعننا خاصية قياس معدل ضربات القلب وقيت أداء أورواء ويساعد كثير الناس للمرضى ربي شافهم أو اللي يديروا الرياضة وغيرهم بلما نسوا الديل أبس اللي تخليك تنسخ تطبيقات كما الفيسبوك والانستجرام وواتتاب وغيرها وتعمل نسخة تانية يخدمه مع بعض بلا حتى مشكل وفي خاصية ثانية حكينا عليها كثر وهي السيكون سبيس اللي تخليك تدير واجهة ثانية كامل تفتحها ببصمتها أو الكوت الخاص بها وتقدر تخفي فيها معلوماتك الشخصية أو تعملها شخص ثاني استخدم معك هذا الهاتف وتلقى خواص أخرى روعة في هذا الجوال وأخيرا نحكي على التقاط الواي فاي اللي كان قوي ومعروفين هذو الإصدارات بقوتهم في هذه الخاصية زيد لهذا هي النسخة عالمية وين يكون التقاط شبكة قوية وفوق هذا يدعم الفاي جي وفيه بلوتوث 5.2 زيد لهذا الأنبسي والسعر النهائي لهذا السمارتفون خصوصا في هذه التخفيضات وين رهما منقصين 20 دولار عن النسخة الصغيرة اللي سعرها يولي 340 دولار أمريكي اللي هي 628 أو حوالي 68 ألف دينار جزائري وعند النسخة 828 سعرها 899 دولار وراهم منقصي لها 50 دولار وين سعرها حوالي 77 ألف دينار جزائري وعندك النسخة الكبيرة فيهم 8250 جيجا بسعر 449 دولار وراهم منقصين فيها 50 دولار وحوالي سعرها حوالي 88 ألف دينار جزائري والسعر في باقي العملات لباقي الدول العربية اللي تابعنا على القناة في الفيديو نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونتمنى يعجبكم سعر هذا الجوال كما قلتكم هو هاتف من الطبقة السعرية المتوسطة شفتوا النسخة الصغيرة 340 دولار هو منافس الكثير هواتف اللي راجعناها على القناة في الآخر قولوا لي إذا عجبكم الجوال أو لا وش هو سمارتفون اللي تفكر تشتريه في المستقبل أيام تبخلوش على ولد بلادكم بلايك واشتراك معنا إذا كانت أول مرة تشوفني فيها هيا سلام